شركة البتروفاك في قرقنا تعد من أهم الشركات البترولية لما تتميز به من إسهامات اقتصادية وخدمات اجتماعية قدمتها للعديد من المجالات في قرقنا للنهوض بالوبعية الاجتماعية والاقتصادية بالجزيرة تخافك مساهمات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة مهمة جدا في جزيرة قرقنا من خلال توظيف من خلال مساعدة جميع للأطر الاقتصادية الموجودة هنا كما أنها تعتبر أكثر عنصر فعال في ميدان التامية المستديمة بيقى جزيرة قرقنا خصصنا مبلغ هام جدا يقدر بـ 2 مليون دينار سنويا لفئدة جزيرة قرقنا من خلال المجال المعيشي يعني أي بعث مشروعي نجم يتوجه الشركة بتخفاك ونعاونوه في الفورمسيون نعاونوه في التمرين نعاونوه في التدريب نعاونوه في الاستشارة كمان نعاونوه في المساعدات المادية معتبرة جدا منسهم في مساعدة جميع المجمعيات المهنية وغير المهنية الثقافية الرياضية نجم قولك الي احنا منصوم الاسبانسور اوفيسيال دوتلز السوالس بوختيف يعني كل جمعيات الرياضية احنا الممول الوحيد امتاحهم او اكبر ممول لهم قمنا بمساهمات واستثمار في ميدان التعليم بالاجابة الى مئة بالمئة من جميع طلبات المدارس والمعهد الثانوي لقرقنا اخر نجم نعطيك كشيف في استشوال الخرانين نصرفنا خمس سبعين الف دينار على جميع المدارس بقرقنا اكثر من تلاتين الف دينار على المعهد استثمار بما يفوق تسعمية الف دينار للمستشفى المحلي استثمار مع البلدية يقدر بقيمة خمسمائة الف دينار منهم مشروع وشيجي في القريب العاجل اللي هو وش نعوده 14 كيلومتر من طرقات في جزيرة قرقنا كما انه سنبعث في القريب العاجل اول مركز تكوين يكون بشاركة بين بتروفاك والمركز الوطني الاعلامية اللي من خلاله اي رغب في التحصل على تكوين مستمر بشهادة عالمية بش يلقى اللي حاشته به الكل كما سعد شركة البتروفاك للمشاركة في تحقيق حلم العديد من الفلاحين في وجود معصرة بجزيرة قرقنا من خلال اسهاماتها المالية في انجاز هذا المشروع وحرصها ايضا على انعاش الحركة السياحية والتقليص دائرة البطالة بتوفيرها فضاء سياحي ما زال في طور الانجاز حصلنا على هيبة من بتروفاك قيمتها 250 الف دينار للمعصرة الكلوب هذي وقت اللي ان شاء الله يكمل مش يخدم 29 واحد مش يتكون من مش نعملو فيه مقهى ملاعب متع تنس ملاعب متع بوليه مكتبة بيفيت واذاعة محلية هذي الكل اللي حسبناهم ابيبري 29 شخص اهمية شركة البتروفاك في الحركة الاقتصادية كبيرة وعلى قدر اهميتها على قدر ما تمر به هذي الشركة من مشاكل وصعوبات بتخوفاك تنوي الاستمرار في تونس لكن ما نخبيش عليك المدة الاخرانية امورنا ولا تصعيبة ياسر كانت عنا فرصة على انه نستغل الوزء ابيار جدد اللي كان ممكن يرفعه من الانتاج الوطني الى قيمة 15% اي بما ينقص الواردات نحو الغاز بالعملة الصعبة بقيمة 5% لكن للأسف ما نجمناش نستغلو زود حقوة هذوما لانه فما ببعض الاطراف التي منعتنا بالقوة من استغلال الاطراف هذيها طلبناهم بش يستشهدوا باي اوراق الملكيتهم والارض اللي حمش نستغلو فيها ما طلبونا وراونا حتى ورقة ارض هذه على ملكنا وعلى ملك جدودنا برسومنا بكل شيء دخلت فيها البيتروفاك تشكية عديدة من بعض المواطنين بجزيرة قرقنا حول الانتدابات بشركة البيتروفاك في حين اكد المسؤول ان الشغل بالبيتروفاك موجود ويفوق مستحقات الشركة من العاملين الانتدابات اللي في اسمنها يما تكون وقتية بس يرذيوا الشباب وبره صفة وقتية 15 شهرين ثلاثة ويخرجوها 66% من معمل الغاز اصيلي جزيرة قرقنا 66% 33% اللي بقية هما مهارات ودزكس بيختيز خباراء اللي ما تلقاهمش في الجزيرة ما تلقاهمش معتها على صعيد الوطني موجودين بقلة حتى خدامة يحبوا يخدموا في البيتروفاك يقول لهم بي ورغم الله خدامة مزمرين يحبوا يدخلوا يخدموا غاديكة مزمرين ديك ديك نعاونوا المعطرين على العمل في باكة المتين 60 معطر على العمل يتقضوا في جيراية شهرية من عند بيتخوفاك تقضر 450 دينار شهريا من دون معطا أي مقابل إذا كان تعطي معناها حتى نسبة حتى تزوز في المية برك من توجه اللي قريقنا معناها تعوذ مش تعوذ برك معناها تغني اللي قريقنا كل بش نواصلوا دعم جميع مكونات المجتمع المدني بش نواصلوا دعموا جميع بعيثي المشاريع بش نواصلوا دعموا الناس الكل لكن حتى احنا مستحقين دعم انت دابات مش كافية على الخطر مش قاعدة بصفة رسمية احنا مناش مستحقين العدد بتاع العمل اللي موجود طوح حاليا بمعمل الغاز لك رغم ذلك خيرنا على انه نبقيه على ثلثين زيت برغم ان احنا نستحقه ثلثة كهون تاع الخدامة هذا كشهادة مننا وكالتزام مننا باننا عنصر اقتصادي واجتماعي في الفجزة في قرقنا تذمر كبير من تأثير شركة البيتروفاك على الموارد البحرية في قرقنا وعلى نظافة البحر في المقابل اعتبر المسؤول ان شركة البيتروفاك خالية تماما من التأثيرات السلبية وان سعيها للمحافظة على المحيط من ابرز اهتمامتها جاءت من المرة فويت صب زيت ولا برودوشي مي هالكتلة بحر حتى الحوت طف وخرجة على برة الاش اثر اثر على الحشيش انه الحشيش يطلع الوكسجين للحوت تعيش فيها الشابية تعيش فيها للقرنيطة هو سهي يتهلك معنا ذا هانا بشوقتين هانا بشوقتين هانا بشوقتين بكلنا لوست البحر برشا وقع تأثير برشا اثر بيتروفاك على الحوت وبالقاز متاحها والبرودويل يتخرج فيه الحوت يموت موتتنا الحوت عندنا شرافي نخدمهم فزتهم منه باكل صلصال متاع الجاز الوثه ومش به هما يجو يقتلونا كل شيء الحوت يقتلونا هنا مستحيل ان تكون عنا اي انعكاس بيئي على جزيرة قرقنة لاربع اسباب السبب لولاني هو انه نوعية الغاز اللي نستخرجوا فيها من قرقنة هي من احسن نوعيات الغاز وهو معتما عنده حتى ضرر على البيئة اول حاجة ثاني حاجة المعمل الغاز متاعنا موجودة على الأرض مش موجودة على البحر ثم شركة أخرى موجودة على البحر اللي هما ممكن يؤثروا على البحر هذا اسباب الثاني اسباب الثالث عنا قسم كامل اسمه هاشاسو ديبارتمنت الهاشاسو اللي منه ايه المحافظة على البيئة الناس هذية متكون من مهنسين من خبراء على أعلى مستوى اللي شغلهم مش شغل ليلا نهارا هو الحفاظ على البيئة في قرقنة هذي حاجة رابع اسباب بتخفاك تعتبر من مئة شركة في العالم اللي مسحها اتفاقية مع الأمم المتحدة اللي منها تلتزم على أولا الحفاظ على البيئة ثانيا الحفاظ على سلامة العاملين بها والعاملين خارجها ثالثا على التعامل مع المجتمع المدني القريب منها الكل بطريقة حضرية وعلى أنه علاقة شاركة مطالب عديدة من قبل شركة البتروفاك في ظل غياب دور الدولة في توفير الدعم لها غياب تام أو شبه تام لصورة الأشرف حاولنا نتصلوا بهم حاولنا نكلموا حاولنا نبلغوا حاولنا نحكيوا معاهم نتحاوروا معاهم نلقوا معاهم حل وفاقي حل سلمي برغم هذا فما أحد شيء نستحقين مساعدة الدولة خصوصا على أننا شركة تملك فيها دولة 55% خدمة شركة البتروفاك لم تنجح في إشباع احتياجات المواطن والتلبية رغبته الشيء الذي دفعه إلى غلق أبواب البتروفاك وإقاف نشاطها في الإنتش لدفعها إلى تلبية مطالبه وتحقيقها على أرض الواقع فأزمة المشاريع التنموية في قرقنة تبقى رهينة خطط استراتيجية واضحة تلمو باحتياجات جزيرة قرقنة